برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم البرامج التنفيذي لرؤية المملكة 2030 التي تخدم الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتعدين والصناعة المعدنية والتي تهدف إلى رفع إسهام قطاع التعدين والصناعة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ليصل إلى 240 مليار ريال سنويا وزيادة إيرادات الدولة بأكثر من 8 مليارات ريال سنويا بالإضافة إلى استحداث أكثر من 200 ألف وظيفة بحلول 2030 ووفق تقرير الوزارة الاستثمار للربع الثاني من العام الجاري شكل إجمالي القيم المقدرة للمعدن في السعودية 5 ريليونات ريال في باطن الأرض وفي عام 2020 وصل عدد المجمعات التعدينية إلى 327 مجمعا على مساحة تقدر بـ 10.007 كم مربعة كما تمكن قطاع التعدين والصناعة المعدنية من إطلاق العديد من المبادرات الرئيسية التي تم إنجاز بعضها بالفعل لبناء قواعد هذا القطاع على أسس راسخة تبرز قدراته على خدمة الوطن بكافة أرجائه